بسم الله الرحمن الرحيم مع الدرس الخامس في الفايدة المركبة درس استهلاك القروض طويلة الأجل استهلاك القروض ستعني أن أسدد القرد وفويده يأما على أقصاد يأما دفعة واحدة أخر المدة هناك عدة طرق لإستهلاك القرد أو استهلاكه منها أن أسدد الفايد في الأول وبعدين أسدد القرد على أقصاد أو في آخر المدة هناك طريقة ثانية أن أسدد القرد والفايد على أقصاد متساوية أن أدفع مبلغ متساوي في جزء من القرد وفي جزء من الفايدة فبتتعدد الطرق ولكن سنقتصر على أشهر طريقة التي هي طريقة الأقصاد المتساوية من الأصل والفايد معه يبقى القصد المتساوية سيتكون من جزءين جزء من القرد نفسه من أصل القرد سنسميه الاستهلاك ونرمزه برمز كاف وجزء من الفايدة على الرصيد المتبق من القرد يبقى كده الاستهلاك يضم حاجتين الآسف القصد يضم حاجتين من الاستهلاك والفايدة الرموز اللي هنستخدمها هم أربع رموز عندنا مبلغ القرد القصة المتساوية الاستهلاك السنوي كاف عدد الأقصاد بيعتبر أن الأقصاد السنوية هي تساوي برضو عدد السنوات هندينا الرمز نوت عندنا أربع علاقات أسسية العلاقة الأولى اللي هي العلاقة بالاستهلاكات أول علاقة بتقول لي إيه؟ أن أي استهلاك بيساوي الاستهلاك السابق له مباشرة مضروب فيه القوس ده وهي قوس القوس عباره عن إيه؟ واحد زائد عين يعني مثلا لو أريد الاستهلاك التالت يبقى بيساوي الاستهلاك التاني في واحد زائد عين طب الرابع يبقى بيساوي الاستهلاك التالت في واحد زائد عين وهكذا العلاقة الثانية إذا جمعت الاستهلاكات لأن علي خمس أقصاد يا مراحل وصفا قدمون أربع استهلاكات وحسب ما نشاهد فأجمع هذه الاستهلاكات يجبني مبلغ القرد العلاقة الثالثة الفوائد اللي هيتحملها المدينة عبارة عن مجموعة الأقصاط اللي دفعها اللي هي شامل القرد وفوائده ناقص مبلغ القرد نفسه لما شيل دول اللي هي مجموعة الأقصاط كلها من القرد يديني ايه هيتبقل ايه الفوائد ده ممكن نعبر عنه اللي هو عبارة عن طهف نون اللي هو القسط الواحد في عدد الأقصاط ناقص مبلغ القرد العلاقة الرابعة والأخيرة اللي هو القسط المتساوي نفسه ويساوي ايه هو بيساوي الاستهلاك الأخير في واحد زائدين يعني عشان ادي بقومة القسط فهو عبارة عن الاستهلاك الأخير يعني لو انا عنده 4 أقصاط يبقى القسط الأخير في استهلاك أخير يبقى ده الاستهلاك الرابع في واحد زائدين طب لو بدفع على 6 اثنين يبقى الاستهلاك الأخير اللي هو كاف 6 اضربه في واحد ادعين يديني القص المتساوي لهذا القرد نشوف مثال بسيط هنا بيقول لي اذا علمت ان قيمة الاستلاك الثاني للقرد معين يستهلك على خمس سنوات هو 9402 جنيه وقيمة الاستلاك الثالث 9966 جنيه ومعدل الفايد المركبة 6% اوجد كل من قيمة القرد والقص المتساوي من الاصل والفوائد معا ومجموع الفوائد طبعا طالما اتكلم عن استهلاكات يبدأ استهلاك كروط بفايدة مركبة لاني مديني فايدة مركبة طبعا ايه المعطيات اللي ادعيني في التمرين قال لي ان القرد ده بيستهلك على خمس سنوات يبقى مدة القرد خمس سنوات وعادة الاقصاد خمسة وبرضو افهم من كده ان الاستهلاكات تبقى خمسة طبعا مديني معلومة تانية ان الاستهلاك التاني ده بيساوي 9402 والاستهلاك التالت 996 ومعدل الفايدة المركبة 6% يبقى كده اربع معلومات متدمر في التمرين وطالب ثلاث حاجات مبلغ القرد القص المتساوي مجموع الفوائد اللي بتحملها المديني طيب المطلوب الاولياني هو اجمال مبلغ القرد ايجاد مبلغ القرد مبلغ القرد مبلغ القرد قلنا هي عبارة عن مجموع الاستهلاكات عندنا القرد يسدد على خمس سنوات يبقى عندنا خمس اقصاط ويبقى عندنا خمس استهلاكات ومجموعة استهلاك ثانية والثالث اللي نعملنه باللون الاسفر اهو قد يساوي مجموع الاستهلاك من الاول لغاية الخامس عندنا منهم اثنين يبقى تفضلينها ثلاثة الآلة والرابع والخامس سن awhile احدى التكريم افضل الاستهلاك الاقتصاد الغماعة البرمرج الاستهلاك الاست valves الي سوف اضافي in 1 واحدة مانشف او واحدة مانشف ويساب ا Vad كاف واحد ستساوي كاف اثنين لقيمة كاف اثنين لها 9402 على 1.6 مئة كما قلناها قبل كده البعيد على القريب منها طيب يبقى كاف واحد او الاستهلاك الاولاني سيساوي 8869.8 بالمثل كاف اربعة هيبقى عبارة عن كاف ثلاثة في واحد زائد عين انا عندي كاف ثلاثة 9966 في واحد زائد 6 مئة نضرب دف ده هتطلع بكام؟ 10461 و 1 من 10 وكذلك الاستهلاك الخامس هيساوي الرابع في واحد زائد عين اللي هو واحد و 6 مئة يطلع القيمة النهائية بتاعته 11197 مئة اجمع بقى انا دلوقتي الاستهلاك الاول اللي انا جبته وعندي التالي والتالت واجبت الرابع والخامس اجمعهم كلهم يدوني مبلغ القرد اللي هو يطلع تقريبا 50 ألف جنيه يبقى اجمع الاستهلاكات يطلع لمبلغ القرد تقريبا كام؟ 50 ألف احيانا طبعا هتطلع يعني 50 ألف و كاسر بسيط او مثلا 49999 و كاسر بسيط فانتا يعني لا يقترد المبلغ بالكسور فهنا ممكن نقربها تبقى 50 ألف جنيه نتيجة التقريبات طيب المطلوب الثاني القص المتساوي اتفقنا ان القص المتساوي عبارة عن استهلاك الأخير في واحد زائد عين طيب يبقى الاستهلاك الأخير اللي هو الاستهلاك الخامس لسه جايبينه ب 111799 اضربه في 1.680 يطلع ب 11869.8 ده المطلوب الثاني طب المطلوب الثالث والأخير مجموع الفايد اللي اتحملها المدين او مجموع الفايد اختصار وان مجموع الفايد بتساوي ايه؟ بتساوي مبلغ القصد في عدد الاقصاد ناقص مبلغ القرد مبلغ القصد لسه جايبينه ب 11969.8 اضربه في عدد الاقصاد اللي هو خمسة اللي هو يعتبر سادد القرد على خمس سنوات ناقص مبلغ القرد اللي هو خمسين الف هيتطلع على رقم طبعا لازم يطلع اكتر من الخمسين الف طلع تسعة وخمسين الف تلختمية تسعة واربهاين الفرق ده يمثل ايه؟ 938 تتمثل الفوايد اللي تحملها المدين على القرد بالفايدة اللي هي كام ب 6% طيب بعد كده انت عندك تمرينين التمرين الاولاني زي اللي احنا قلناه بالظبط في مبلغ القرده يستدد على خمس سنوات ومدين الاستهلاك الاول هنا والاستهلاك التالت المثال اللي فات كان مستدين الاستهلاك التاني والتالت ومعدل الفايدة برض 6% فهو قريب من المثال اللي فات جدا عندي برضو اربع معطيات ومطلوب ثلاث حاجات التمرين اللي بعده مدين الاستهلاك الاول والتالت زي اللي فات التمرين اللي فات بس يخلي بالك ان القرد بيستهلاك على اربع سنوات ومعدل الفايدة كام 12% يبقى مديني اربع معلومات ان القرد بيستدد على اربع سنوات وان القسط الاول بيستدد على 9000 والقسط التالب بيستدد على 11298 ومعدل الفايدة 12% ومطلوب برضو مبلغ القرد القسي المتساوي مجموع الفايد وبكده يبقى خلص الدرس بتاعنا اشتركوا في القناة